بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا دايماً أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتخلينا دايماً في حالة وصل مع الله ودايماً حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النفحات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بيوسع علينا ويخلينا كمان عايشين في أجمل حالة من حالات استقبال أنوار الله في النفحات ما هو حضرة النبي اللي قال لنا ألا إن لله في أيام دهركم للنفحات ألا فتعرضوا لها وزيك الحديث اللي أنا أعرضه النهاردة وإحنا نتكلم عن أنوار حضرة النبي هو حديث لابد أنه يتحط في سياقه عشان نعرف إزاي حضرة النبي عايزنا نتعامل مع النفحات حديث ورواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم فناس كتيرة لما تسمع هذا الحديث على طول تروح إلى أن الصيام بعد منتصف شعبان في الأيام اللي إحنا فيها دي هيبقى حرام أقول لهم أهد بالكم بس هنا بقى محل المنهج السليم في فهم حديث الرسول اللي أصلى ليه؟ لأن الناس هنا بتغلط وبيقولوا إحنا سمعنا حديث أم الممينة عائشة شوفها لغبطنا في سوم ازاي أم الممينة عائشة اللي بتقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يسوم فما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يبقى وإلا حاصل يبقى شعبان هو أكثر الشهور التي كان يسوم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يسوم شعبان كلهم آه طب وعدين إيه الحكاية بقى إزاي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا الكلام ده وإزاي الفقاء كمان بيقولوا يعني فضلوا يمنعوا كمان إن الواحد يسوم يوم الشك يعني وكأن الواحد ممكن يواصل الصيام لكن ما يسومش يوم الشك إيه الحكاية طبع عشان نفهم الكلام ده وما نطلغبطش ما بين الحديثين لحديثين سبتين عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش بينهم تناقض بالمناسبة وإحنا عندنا قاعدة بتقول في الفقه بأصول الفقه قاعدة مهمة جدا بتقول إن الجامعة أولى من الترجيح بتقول إيه إن الجامعة أولى من الترجيح طب إزاي واحدة يقول لي إزاي ما فيش تعارض وإحنا بنقول في حد بيقول حديث بيقول إن إحنا ما نصومش بعد منتصف شعبان وحديث تاني بيقول سوموا وعشان كده دايما بنقول إن الدين علم له قواعد وله أصول في فهم وإزايك القاعدة بتقول إيه نحفظ مع بعض القاعدة بتقول إن الجام مقدم على الترجيح يعني مقدم إن إحنا ناخد حديث واحد لإحنا لازم نقرأ الشريعة كالكلمة الواحدة ولازم نقرأ الأدلة كالكلمة الواحدة وعشان كده العلماء جمعوا ما بين الحديثين ما بين كل الأحاديث التي ذكرناها إذا انتصب شعبان لا تصومه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يكسر في الصيام في شهر كان يصوم رمضان كله وكان لا يكسر في الصيام شهر مثل ما يكسر في الصيام شعبان وفي رواية إنه كان يصوم شعبان كله فالأحاديث كلها بتقول إن رسول الله كان يكسر من الصيام في شعبان وفي طرق كثيرة جدا 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 لكن إحنا لو حبينا نجمع ما بين هذه الأحاديث هنشوف الجمع من ثلاث مناحي أول طريقة اللي الجمع من بين الحديث إن المقصود بحديث إذا انتصب شعبان فلا تصومه ده ملوش ده للشخص اللي ملوش إعادة في الصيام من بعد شعبان يعني إذا كان هو ما بيصومش شعبان أصلا ولا هو متعود إن هو يصوم في شعبان ولا بمتعود يصوم الاتنين والخميس وما عندوش عادة في الصيام أصلا في شعبان خلاص يبقى الحديث ده بيخص وكأن الحديث المدخل التاني بيقول إيه وده اللي أنا بحبه بحب أتكلم عنه دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا شيء ممكن نسميه إدارة العبادة إدارة الإيه؟ العبادة يعني إيه إدارة العبادة؟ يعني إحنا راحين على عبادة طويلة عبادة الصيام ولزيك تجد بعض الناس كده بعد أسبوع من الصيام زي ما بيقولوا كده بيشحته بعد أسبوع من الصيام همتهم بتفتر فإنه اللي حصل؟ فلو واحد بدء من الصيام من بدري قبل شعب قبل قبل رمضان ممكن ده يخليه ينشغل وكأنه يقدم النفل على الفريضة أنت عايزين نكون صحتنا مهتمين ديها عشان نقدر نسوم الشهر كله وما يبقاش عندنا أي نوع من أنواع التعب أو أي نوع من أنواع المشق وعشان كده فاكرين حديثا أن الرسول الله صلى منهاهم عن الوصال آه ده مش وصال بالمناسبة عشان بس ما عندي شيفة مغلط لكن حضرة النبي كان بيقول لهم خلوا بالكم أن انتوا حاولوا ترتبوا أموركم في الصيام وعشان كده مثلا احنا بيجي الناس اللي هم عندهم أمراض مزمنة بنخليهم ويرتبوا مع أطباءهم من قبل الصيام ليه؟ عشان الحديث ده حديث إيه ده انتصى بالشعبان أن احنا ندير الصيام بتاعنا ندير العبادة بتاعتنا فعشان ندير العبادة بتاعتنا فلا نقدم المندوب على الواجب الواجب الصيام شهر رمضان فاحنا لو استمرنا في الصيام بعد منتصف شعبان إيه اللي حاصل؟ ممكن واحد فينا يحصل له نوع من أنواع فطور الهم أدي واحد ونوع من أنواع يحصل له إرهاق فيدخل على صيام رمضان اللي هو المقصد إيه اللي حاصل؟ وهو مرهق وعشان كده يحمل على هذا أيضا الحديث إذا انتصى في شعبان وممكن حاجة مهمة كمان وهو معنى لطيف ورائق وإنك أنت لو ملكش عادة يبقى أنت أصلا مش شوف أن أنت تصوم شعبان أنت تصوم بعد منتصف شعبان فيبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنت تبدأ تتجهز للصيام رمضان أو أنه ممكن يكون أن الأكثر من الصيام هيفتح عليه باب الإيه؟ باب الإرهاق وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاله فرأى حاله فإيه؟ فتلطب فيه فقال لهم عشان ما يتحركش ده إذا انتصف شعبان فلا تصوموا عشان إيه؟ هو كده كده ما عندوش عادة فعشان ما يحسش أنه داخل رمضان هو مكسور الخاطر الناس كلها بتصوموا هو لا فاللي حاصل إنه عشان جبر الخاطر إذا انتصف شعبان فلا تصوم الشاهد من ده إيه؟ الشاهد من جمع ما بين الأحاديث كلها إيه؟ إن إحنا في الحقيقة محتاجين إن إحنا وإحنا بندخل على رمضان يبقى عندنا نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع التشوق لرمضان ويبقى عندنا وإحنا داخلين على رمضان لا يتحول رمضان إلى عادة ولكن يتحول رمضان إلى ماذا؟ إلى ميلاد عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تكلم فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه في رواية من الروايات الحديث ده من صام رمضان إيمانا واحتسابا عادة كيوم ولدته أمه فإحنا داخلين على الميلاد وعلى فكرة شهر رمضان مناسب إن هو يبقى شهر الميلاد وقبل ما للناس بتتولد بيبقى عندهم تجهيزات واستعدادات لهذا الميلاد وخلوا بالكم من لطيف أقدار الله سبحانه وتعالى إن شهر رمضان هو الشهر التاسع فكأننا بنولد في الشهر التاسع من شهور السنة القمرية اللي هي السنة الهجرية يبقى كمان في حاجة مهمة وإن الله سبحانه وتعالى نوأ التعاطل عشان يتنوع لنا أبواب الوصل والقرب من الله سبحانه وتعالى وكل على حسب ما يتناسب مع طبعه وميوله ففي ناس زي سيدنا ده وتقدر تصوم كان بيصوم يوم ويفطر يوم وفي ناس الصيام ممكن يكون فيه شوية تعب ومشقة عليهم فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا مش إن احنا ما نفعلش الطاع يعني مش بيقول لنا ما تصوموش ده بيقول لنا إيه وما يبقاش المعنى أن أنت مطرود من رحمة ربنا ولا ربنا ساخط عليك لا ده بيقول لك إيه فيه أنواع تانية من الطاعات تستطيع أن أنت تفعلها زي الصداقات وزي قيام الليل وزي الذكر والتسبيح وتلوة القرآن وربنا سبحانه وتعالى كريم وكل ما أنت توسع على نفسك ألوان العبادات والصداقات والمعاملات مع الله كل ما ربنا يشرح صدرك ويزود عليك النور وببركة يبقى الحاجة المهمة اللي أنا عايز أأكد عليها وأختم بيها وإحنا بنتكلم عن ده بلاش الناس تفتي وتقول لبعضها أحكام ممكن تفسد على بعض العبادة فيها وتفسد على بعض الصيام فيها علشان ما نضيعش على الناس واسع أو تحرم الناس من عبادة محببة إلى قلوبهم دايما وعشان كده اسألوا أهل الاختصاص وربنا أمرنا بكده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني ما لهاش لازمة وفي الحقيقة مش ضروري إن أنت تسأل اللي حواليك إذا كان عندك من تسأله وتسق فيه يبقى بلاش إن احنا نسأل اللي حوالينا إذا كانوا نسأل اللي حوالينا إذا كانوا هم مش أهل العلم ولكن نتجه إلى أهل الفتوى مباشرة ونسألهم لإن دوة اللي هيفتح قلوبنا ويخلينا العبادة علينا أقرب وأيسر وأكثر نورا وأكثر تحقيقا لمراض الله سبحانه وتعالى وساعتها هنقدر نفهم مراض الله سبحانه وتعالى مننا يبقى يا جماعة كل وضوح اللي عايز يصوم بعد النصف من شعبان يصوم ولكن عليه إن هو ما يصومش يوم الشك ويصوم يصوم لإن صيامه ده إن شاء الله يكون بركة ونور ويكون بكده جمع من بين الحديثين سواء كان لقاه عادة وخاصة لو كان لقاه عادة زي الصيام الاتنين وخميس أو إن هو كان بيطول وبيكتر من الصيام في شعر شعبان فيه إجراءات ممكن نعملها بقى لو إن إحنا كنا عايزين نعمل بالجمع من بين الحديثين حاول تضيف عبادات جديدة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة في النصف الثاني من شعبان تهيئك وتخليك مستعد لرمضان رمضان فيه إيه بقى؟ رمضان كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة بياب يا أنت أم يا رسول الله فحاول في النصف الثاني من شعبان تكون جاهز وإحنا قلنا بقى إن أحد المعاني الموجودة إن إحنا عايزين ننوع من العبادات فلازم نضيف من العبادات بقى في النصف الثاني من شعبان سواء كنت عتصوم أو ما كنتش عتصوم في النصف الثاني من شعبان نعمل إيه؟ نعمل عبادات كديدة ما منكنش بنعملها قبل كده نتقرب بيها إلى الله سبحانه وتعالى من الحاجات الطريفة اللي إحنا ممكن نعملها وتبقى عبادة والله بيتشرح القلوب وبتساعد الناس على الرحمة وبتساعد الناس على إنها تدخل في العبادات وهي قلوبها رقيقة زي إيه؟ زي إطعام الحيوانات فييجي واحد يقول له وإحنا لقينا نطعم بن قدمين لا سيدي إطعام الحيوانات بما تستطيع والرفق به بالحيوانات ده كله هيفتح على قلبك باب من أبواب الرحمة وفي نفس الوقت إطعام الطعام وإطعام الطعام ده أوسع من أطعام فقط الأدميين لكن كمان حاول تكثر كمان من إطعام الطعام للناس الناس محتاجين دلوقتي وكل ما تساعد الناس وكل ما تطعم الناس والله هتجد في قلبك رقة إذا كنت قاصد بدا واجه الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية الحاجة التانية اللي احنا ممكن نهتم بها هو السعي في حاجة الناس أنك تسعب في حاجة الناس وتسعب حاجة الناس يعني إيه يعني تسعب حاجة الناس يعني إيه تتشفع لوحد يعني يحد زعلان من أهله تتشفع لحد أن فيه حد يقبله في شغل يعني مش قصد وسطة لكن قصد أن أنت إيه واحد محتاج شغل فتتوسط له عند حد أنه يشغله كده كل ده تفتح عليك أبواب من الرحمة وأبواب من الخير كتير أو تروح لحد تقضي له حكته اللي هو مش عارف يقضيها دي تالت حاجة رابع حاجة تعمل عبادة ما كنتش بتعملها كتير زي مثلا قيام الليلة ما كنتش بتقيمه تعمل العبادات اللي انت هتحس ان هي هتوسع صدرك وتخليك في وصل مع الله سبحانه وتعالى حاول دايما بقدر الإمكان ان انت تعمل العبادات اللي تخليك حاسس ان انت وكأنك في معية الله سبحانه وتعالى وفي مدد وساعتها هتدخل على رمضان وصدرك واسع وقادر على العبادة ومتشوق إليها وكمان ما ههد قلبك كمان بعبادات مختلفة عشان تبقى حطيت قدمك بجوار قدم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان اجود في رمضان اجود بالخير من الريح المرسلة يا رب كتر علينا يا رب فتوحك ومددك عشان نستمر في العبادة ونوسع على نفسنا ونكون دايما مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الايام المباركات يا رب باركرينا في شعبان مبلغنا الرمضان يا رب العالمين احنا بنحب نفحاتك وبنحس ان احنا في النفحات دي بنغرق في الانوار يا رب اجعل هذه الانوار تخسلنا واجعل هذه الانوار تحملنا الى ساحة قربك يا رب العالمين اجعل هذه الانوار بابا مفتوحا لنا لندخل على حضرتك وندخل على حضرتك ونستنشق انسام الجنة التي ستفتح ابوابها يا رب العالمين في رمضان الكريم الذي هو فضل من عندك يا كريم بعد الفاصل نلتقي باسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ونتواصل معكم فيها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة وتفضل جسر منور بيننا وبينكم مش بس جسر منور بيننا وبينكم بل نظل بها في مجلس العلم ونكون في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي بركاتي وفي انواري يا رب قدم علينا الوصال اللي بيننا وبينكم عشان نكون دايما في حضرة زيد جلالي والإكرامي والجمال سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف اول سؤال وصل لنا على صفحتنا بيقول ايه بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا شغال خدمة عملاء في براند حلواني بس الشركة عندي للأسف بتنفذ منتجات في المولد النبوي ربنا يسامحك في المولد النبوي ومناسبات تانية زي الفالنتين وعيد الام ويتقدم منتجات سيام للمسيحيين فالاقسم على ذلك يا برجاء الفيادة ولكم جزيز الشكر لا لا تأسم بالعكس ان شاء الله ربنا يبارك لك ان انت بتساعد الناس ان هي تفرح في الاعياد ويبقى عندها اكل حلو يخليهم سعداء وعندهم فرحة لان دي مواطن فرحة لله سبحانه وتعالى اما اذا كنت بتتكلم يعني عن كل واحدة بالتفصيل فأكيد ان الاحتفال بالمولد النبوي من السنن المهمة عندنا احتفال بالمولد النبوي مستحب ولابد ان احنا نعرف ان الاحتفال بالمولد النبوي صحيح مش لازم بالحلوة لكن الاحتفال بالمولد النبوي حاجة مهمة وانا بالحقيقة يعني زعلت اولا ما انت قلت للأسف وبعدين رحت قلت للأسف واول حاجة جبت المولد النبوي يا سيدي لازم نفهم حاجة مهمة جدا 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 ان الاحتفال بالمولد النبوي دي سنة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة على الرسول الله ودوة كل الكلام دوة اللي حصل لنا حصل لنا بسبب التدين الكم ده التدين اللي واضح ان فيه جفوة بينه وبين حضرة النبي حتى لو قال الناس ان هم بأكثر التزاما بالسنة السنة يا سيدي انا اقولك حاجة الناس دي مش هتكون اكثر التزاما بالسنة من الصحابة الصحابة ما عملوش زي ما عملوا كده الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصليين أحدكم العصر إلا في بني قريزة فإلا حاصل فبعض الصحابة صلوا العصر في الطريق هو قال لهم تصلوش العصر في بني قريزة فقالوا إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن نسرع فسنسرع ونصلي في الطريق رسول الله أقرهم فرسول الله ما كانش بيقر عليهم في الحقيقة إن هم صلتهم مش بيصحح لهم صلتهم ده بيصحح لهم مناك تفكرهم إن إحنا عايزين نحقق مراد رسول الله فرسولي ده لما صام في مولده وكان بيصوم كل أسبوع على فكرة أكيد حضرت النبي أقول لكم حاجة يعني استلال لطيف كده في الاحتفال بالمولد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو بيحتفل بلا يوم المولد فهو ولد في يوم واحد في السنة مش ممكن يكون حضرت النبي تكرر ميلاده في كل يوم اتنين لكن حضرت النبي بقول إيه إن ميلاده كان سبب من أسباب البركة والنور في الأيام فاليوم اللي يتولد فيه حضرت النبي بقى إيه اللي حاصل نحتفل بيه كل أسبوع فعايز حضرت النبي يقول لنا إيه إن الاحتفال مش قاصر على اليوم الميلاد يعني إيه ومش قاصر على طريقة واحدة في الاحتفال فكل يحتفل بأي شكل من الاحتفال بمولد حضرت النبي فهو بيحقق مراد رسول الله اللي هو إيه حسوا بعظيم منة الله على العباد بأن الله أخرجني وبعثني إليكم فالحمد لله على نعمة رسول الله فأنت لازم تفهم كده تفهم كده بشكل واضح فلابد أن أنت تفهم أن أنت بتوصل الحلوة للناس أو بتساعد الناس في ده فأنت في الحقيقة أو حتى بترد على الناس في هذا السياق فأنت بتعمل عمل حلال والمال اللي أنت بتاخده حلال وما فيش أي إشكال في أي نوع من أنواع الاحتفالات اللي أنت اتكلمت عنها وإن الاحتفالات دي يكون فيها حلوة فده جائز وليس من قبيل الحرام فده جائز اللي أنت تعمل ده السؤال اللي بعد كده بيقول إيه البرنامج أصبح يناقش أهم القضايا المعاصرة شكرا ونستفيد منه الكثير فهل من الممكن طرح قضية الزواج متى يجب؟ وهل يجوز إذا أتمت المرأة عمرا متقدما ولم تجد من يساند أو يعولها؟ وكيف تتقبل رفض المجتمع الذي يأبى ذلك له؟ آه وكأن بقيت السؤال وأصل هو ما أكملش وكأن السؤال لو أنا فهمت يعني أننا نتكلم على أن الجواز من الأشياء التي ليست واجبها يعني المرأة إذا تعدد سن معين فليس هناك مشكلة أنها تبقى بلا زواج ونتكلم عن ده أن هي ما تستحقش أن الواصمة اللي بيتصمها بيها المجتمع وده وده في الحقيقة موضوع مهم جدا 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 وأنا شكرا أن صاحب أو صاحبة السؤال فتحوا البابل ده فإن شاء الله نتكلم عن الموضوع ده كلاما متسعا بس الكلام هنا بيطرح مسألة مهمة جدا وهي مسألة قضية الزواج متى يجب؟ الجواز في الحقيقة بتدور في الأحكام الخمسة هو الأصل عنده كثير من المذاب أن الزواج الأصل الحكم الأصل فيه هو أنه مستحب طيب يعني إيه؟ لو أنت قادر تتجوز ونفسك تميل إلى الزواج تزوج وعتبقى عملت كده شيء مستحب تسابه على فعله ولا تعقبه على تركيه لكن الجواز بتدور فيه الأحكام الخمسة واحد ممكن الجواز في حقه يكون واجب واجب ليه؟ لأنه نفسه تتوق إليه وهو يملك القدرة فعليه أنه يتزوج وإلا سأقع في الحرام نفسه تتوق إلي الزواج وهو قادر على الزواج يروح يتزوج فإلا حاصل يبدأه تلو الزواج في حقه واحد واحد تاني لا ليست نفسه تلح عليه بهذا الإلحاح ولكن هو يريد الزواج فإلا حاصل؟ فالزواج بالنسبة له مستحب لا شخص متساوي عنده الأمر إنه مش هؤمن بالنسبة له إلا حاصل؟ الجواز بالنسبة له يبقى ممباحة لا ده واحد إلا حاصل الجواز ممكن بالنسبة له يكون مكره ما عندهش رغبة في الجواز طب الأفضل ليه إنه هو يعمل إيه؟ يتفرغ زي ما الإمام الشفعي كان بيقول كده إنه كان يرى إن الشخص اللي ما عندهش نفسه حاملة أو داعية حاملة للجواز إنه هو يتفرغ لطلب العلم وهو يتفرغ للتنمية ويتفرغ لأشياء كثيرة طيب وممكن الجواز يكون عنده واحد حرام هو لا عنده قدرة ولا عنده مكنة ولا عنده أي حاجة هو عايز لموانا فما تجوز ده فلو تجوز وهو على الحالة الرضية دي إيه اللي حاصل؟ لو تزوج على الحالة الرضية دي هو ما عندهش قدرة على الجواز وما عندهش لا قدرة مادية ولا قدرة جنسية ولا قدرة على كده وهي خب على الناس وعي آه لا ده حرام عليه إنه هو يعمل الكلام ده كل طيب إيه الشاهد بقى؟ الشاهد إنه لو إني فتيات لم يجدنا من يتزوجهن إيه المجتمع القاسي ده اللي يعمل وصمه للبنات دول ده مجتمع قاسي ومش بس مجتمع قاسي مجتمع كمان محتاج يتق الله يتق الله في بناته العفيفات يتق الله في بناته اللي هم في الحقيقة هم راغبين في شيء بس ربنا سبحانه ده جعل قدرهم وجعل قسمتهم إن الجواز تأخر عليهم أو إنه ما جيش خالص فهون أول حاجة هن لسنا آثمات خالص هم ما تركوش واجب خالص فهي مش واجب عليها إنها تروح تتجوز أي جوازة وأنا بقول للبنات أوه أي تتجوز أي جوازة تتجوز جوازة محترمة طريق بيكي وتتناسب معكي لأن احنا بنشوف اللي بيحصل طب هل أدوات أنا بساعد الناس ساعد البنات أن هي تعزف عن الزواج أبدا لكن بساعد بساعدون على النوع يا تزوجنا من الأكفاء ما تتجوزيش حد يخليكي في حياة أشبع بحياة الجحيم لا اتجوزي اللائق بيك تزوجي الشخص اللي مناسب لك وهو دوات اللي يخليكي تحافظ على كرامدك وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق فما تعمليش كده ما تحمليش نفسك ما لا تطيقي عشان نظرة المجتمع لا احنا نستمر في الكلام ونغير نظرة المجتمع ونغير الطريقة اللي بالمجتمع بيه في بنظر للمرأة التي تأخر زواجه نحنا اللي نبطر الناس اللي هم مش فاهمين الشرعة هم اللي يبطلوا مش البنات العفيفات هم اللي يروحوا يتزوجنا أي زيجة عشان يخلصوا من كلام المجتمع ويخلصوا من نظرة المجتمع لا أنا آسف لابد أن احنا نتواصى بالمعروف ولابد أن احنا نتواصى بالتقوى ولابد أن احنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاسم والعدوان النيل من أعراض البنات أو القسوة عليهم أو محاولة إقاعهم في الحرج وأن هم يعملوا حاجات مش مناسبة ليهم ده حرام ولابد أن المجتمع يمتنع عن ده ما نكونش عونا للشيطان على بناتنا ولا عونا لأنفسهم الأمارة بسوء أن هي تحطهم في مواطن الزلل ولا في مواطن الوجع أي حد هيوجع بنت أنا بقوله لو حد سألني لو حد قال لبنت تقدم بها العمر الألفاظ اللي احنا بنسمعها فتوجعها ده يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفا اتقوا الله في قلوب البنات واتقوا الله في كلمتكم لأن الكلمة كما أنها ممكن تكون صدقة ممكن تكون والعزب الله كبيرة فمحدش يوجع حد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام عليكم أعراض البنات وحرام عليكم كلام كمان الكلام عن البنات بما يوجعهن النفس الإنسانية الباطن بتاع البناء آدم ده قلبه ده حرام عليك إن أنت تيجي جنبه وتوجعه بلاش أربع حاجات والأربع حاجات دي ممكن توقع ممكن توقع أصحابه في الحرام بلاش السؤال الأسئلة دي مش حرام لكن أنت لو قاصد تقولها عشان توجع أخوك حضرت النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي فلو أنت بتسأل السؤال ده عشان توجع أختك حرام عليك ما تسأليهاش السؤال ده أنت ليه اتأخرت في الجواز بلاش السؤال ده من حسن إسلام المرء تركه وما لا يعنيه هذا لا يعنيه عايزة تسأل تطمئني ادعيلها ما تقول ليهاش كده وادعيلها كمان بظاهر رغبة عشان ما تتوجعش ما تجيش تقوليها الكلام ده بهذه الطريقة يعني اتقوا الله في النساء الحاجة الأولية ما تقول ليه ما تسألهاش انت ليه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي السؤال معروف إلا إذا كنت بتسأليها عشان تجي بلع عريس ماشي لكن لو بتسأليها عشان تطميها ولا توجعيها لا اتق إلا فيها وانا قلت هي جملة من الأحاديث توصلنا إلى أن لو كان الغرض من هذا السؤال ألا ده غرض غرض خبيث وغرض حرام أن أنت توجعي واحدة وتسأليها السؤال ده لا لشيء إلا لأنها تنت بتوجعيها كمان لو أن هي تقدم بها السن وانت حضرتك جاي بتقول لها كده بتقول لها برضو انت لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي آه يعني ايه لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي زي واحد بيقوله انت شايف واحد نايم على السيف بيقوله انت نايم وملايوة كان بيعمل بيمطر السريل فسؤال والعزب الله سؤال عبثي ويريته هيبقى عبثي في نفسها لكن هو يوجعها ويأذيها ده كمان لازم نمتنع عنه وليس من الشرع ان احنا نعمل الكلام ده يبقى لابد ان احنا نتقل الله سبحانه وتعالى طب حد يقول لي انت ليه اتكلمت في الكلام ده بهذا الشكل انا يعني كم الوجع اللي انا ما بحبهوش انه يحصل في قلوب البنات وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي ارجوكم ما تجمعوش على البنات واجع ان هم كمان بيشتغلوا وبتعبوا وبيشقوا وكمان تجمعو عليهم الكلام الجارح استوصوا بالنساء خير فما اكرمهن الا كريم على فكرة ما اكرمهن الا كريم مش بس في الجواز وفي المجتمع كمان عايزين نبقى مجتمع كريم ما نهنش للنساء ما نهنش كمان اكرم من فينا فعشان كده نتقل الله سبحانه وتعالى فيهن السؤال اللي بعد كده بيقول عندي القدرة على عمل صدقة جارية على روح امي هل اقدر اعملها لأحد من اقاربي من الدرجة الاولى اه وعايز سألني اقدم امي ولا اقدم حد من الدرجة الاولى امك طبعا الاولى ان انت تعملي لولدتك صدقة جارية وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك لكن لو قدر تعملي ده وتعملي ده اه خلاص ممكن تعملي كمان لحد من اقاربك من الدرجة الاولى بما انك انت عملت الصدقة الجارية لامك تستطيع كمان تعملي الصدقة الجارية لحد من اقارب الدرجة الاولى وده كله من قبيل الصدقات لو انت بتسألي لا انا عندي مال واحد هل يمكن لو ان انا عملت ده لحد قريب من الدرجة الاولى هل بك ده اكون اثم لا لكن مين الاولى الام طب اذا كنت انت عملت ده وعايزة تعمليه لاحساسك ان قريب من الصدقة الاولى ده احوج من امك اعمليه وهل ده يكون اسم لا ما يكونش اسم هل ده الاولى لا الاولى ان احنا نعمل للام اما اذا كان السؤال بقى اني عند القدرة على العمل الصدقية على الروح امي هل اقدر اديها لحد من اقارب من الدرجة الاولى نعم يجوز ان انت تديها لحد من اقاربك من الدرجة الاولى يعني تديها لعمتك لخلتك اه يجوز ان انت تديها لحد من اقاربك من الدرجة الاولى وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربنا يجعلها بركة ونور وفضل ونعمة يا رب العالمين يا سيدة احنا اتكلمنا النهاردة عن نفحات خواتيم شعبان يا رب اجعلنا دائما يا رب في فضلك ونعمتك واجعلنا يا رب قادرين ان احنا ننوع من الطاعات حتى تكون قلوبنا مبسوطة لكي تستقبل نفحاتك يا مولانا يا رب واسع في مشهدنا واجعلنا يا ربنا اجعل اوعية قلوبنا يا ربنا واسع حتى تستطيع ان تتحمل انوار هذه النفحات وانوار هذه الساعات وانوار هذه الايام والليالي اجعلنا يا ربنا في قربك وفي رضاك واجعلنا دائما في معية حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارزقنا نفحات هذه الليالي واجعلنا دائما من المقربين يا رب العالمين اشتركوا في القناة